مرحبا أصدقائي المشاهدين كم من الأنوية تأملاتنا عن مريم العذراء بهالشهر المبارك شهر أيام المكرس للعذراء لمريم العذراء اليوم التأمل رح يكون من رسالة كتبة البابا القديس شحنة بولوس الثاني بعنوان كرامة المرأة وهي رسالة بابوية هالرسالة كتير مهمة بيحكي فيها البابا عن دور المرأة في المجتمع في العائلة وفي العالم وبيحكي عن كرامة المرأة وقديش هي مهمة وعظيمة وكيف الرب الله عطاها هالكرامة ورفع من شأنها وهالشي صار بواسطة مريم العذراء وبيبلش الرسالة البابوية عن أمومة مريم لله اللي هي والدة الله وبيبلش بحدث الناصرة حدث البشار وبيقول ألا نرى في بشارة الناصرة فاتحة لمبادرة الله الحاسمة الجديرة بأن تضع حدا للقلق الذي يساور القلب البشري إن الأمر لا يقتصر هنا على أقوال لله ملهمة نطق بها الأنبياء بل إن الرد الإلهي اقتنن بتجسد حقيقي للكلمة وقد بلغت مريم حدا من الاتحاد بالله يفوق كل توقعات إسرائيل هكذا أظهر تمام الزمان ما للمرأة من كرامة خارقة إن هذه الكرامة تقوم من جهة على ترفيع للمرأة فائق الطبيعة إلى مستوى الاتحاد بالله بيسوع المسيح وهذا الترفيع يحدد القصد الإلهي العميق من وجود كل إنسان سواء على الأرض أو في الأبدية ومن هذه الوجهة تكون المرأة هي الممثلة للجنس البشري ونموذجه المثالي وفيها تتمثل الطبيعة البشرية التي ينتمي إليها جميع البشر من رجال ونساء ومن جهة أخرى يبرز حدث الناصرة حالة من الاتحاد بالله فريدة خص بها الله المرأة دون سباها عن مريم التي اتحدت بالله اتحاد الأم بابنها بحيث أصبحت عذراء الناصرة أما لله ترجمة نانسي قنقر